اشتركوا في القناة ان في خادم كان مشهور عنه انه بيصلي من اجل الكل وجهاده هو جهاد الصلاة دي حاجة جميلة اوه في ناس كتير وسطينا وفي ناس كتير في شعبنا بيصلوا كتير ودي اكتر حاجة بيعملوها ودي حاجة جميلة للصلاة هي اللي بتسند الكنيسة ويسر قوة الكنيسة كلها وزي ما شفنا مثلا يا موسى النبي كان بيصلي على الجبل ورافع ايديه ويا شوع بيحارب تحته وتمت النصرة لما كان دايما موسى رافع ايديه فعشان كده حاجة جميلة يتقال على اب فراس انه هو جهاده كله كان الصلاة هدفه ان الناس تثبت في مشيئة الله وعشان كده معلمنا بوليس الرسول كان دائما يطلب من كل كنيسة انها تصلي من اجله ونشوف مثلا في رسالة كولوسي يقول لهم مصلينا في ذلك لاجلنا ليفتح الرب لنا بابا للكلام وبرضو رسالة كولوسوس التانية صح واحد يقولوا انتم ايضا مساعدون بالصلاة لاجلنا لكي يؤدى شكر لاجلنا من اشخاص كاثرين على ما وهب لنا بواسطة كاثرين فالصلاة الراعي بيصلي من اجل ولاده والشعب بيصلي من اجل الكنيسة والقادة والاكليروس وهنا الصلاة دي هي بتبقى سر قوة الكنيسة وسر قوة الخدمة عشان كده سامولي النبي بصفر سامولي الاول ساحة 12 قال اما انا فحاش لي ان اخطئ الرب فاكف عن الصلاة من اجلكم واعلمكم الطريق الصالح المستقيم كان بيعتبر انه لو ما بيصليش من اجل الشعب يبقى كده ده فيها نوع من الخطيئة او التقصير انه هو مش بيصلي من اجل الاخرين ودي حاجة جميلة قوي ان احنا كلنا بنصلي من اجل بعض انا مرة باسأل واحدة في الكنيسة بقولها بتصليلي اياتلي انا بصلي لكل كاهن بالاسم كل يوم فدي حاجة جميلة ان احنا في خدمتنا نشعر ان احنا محمولين بالصلاة بتاعة الناس وان احنا نشعر ان قوة اي حاجة والبركة اللي بتيجي من اي حاجة بتيجت نتيجة ان احنا ناس كتير بتصلي معنا او كلنا بنصلي مع بعض فتبقى صلاة الكنيسة كلها ليها قوة كبيرة اوي ولو رجعنا لسفر الاعمال صحة 4 ولقينا ازاي لما صلوا بنفس واحدة ارتجت ارتج المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس صلاة ليها قوة فعالة كبيرة وحلوة اوي ان انت كانسان اي واحد فينا يبقى معروف عنه انه هو بيصلي كتير اوي من اجل الاخرين وتبقى اكتر حاجة مكتب خدمة في حد ذاتها ان الانسان بيصلي من اجل الاخرين فنقول الاية تانية رسالة كولوسي صحة 4 اية 12 سالم عليكم ابو فراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين لاجلكم بالصلوات لكي تثبوتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله لالهنا وكل مجد وكرام الابد امين